بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم حبايب القلب يعطيكم ألف ألف تريليون عافية في استكمال الأسئلة الوزارية تبعتنا رح نشرح الآن اللي هو الأسئلة الوزارية اللي وردت على موضوع الأدب اللي وردت على موضوع الأدب أي طالب مش موجودة معها دوسية الوزارة أو الوحدات اللي احنا نزلناها دوسية للوحد الأولى دوسية للوحد الثانية دوسية للوحد الثالثة ودوسية للوحد الرابعة ونزلنا الآن اللي هي الملف الخامس من الأسئلة الوزارية اللي هو الأدب تقدر تبعت رسالة 073975451 073975451 تكتب لإسمك وبدأ تفوت بالأسئلة الوزارية عشان توصلك كل الفيديوهات اللي راحت عليك وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل الفيديوهات اللي راح تيجي حتدخل على الجروب طيب الآن يا حباي بالقلب نبدأ أول شيء بالأسئلة الوزارية اللي هي وردت على القصيدة جاب لي مقطع من القصيدة وكلمة مقطع شعري معناها ستانزا ستانزا معناها مقطع شعري تمام؟ عندما توقفت لأسمع أغنيته بينما اللحظات المشرقة مرت بسرعة وقلنا شريكة الطائر اللي هي هذا السطر كان 15 في القصيدة وهذا كان رقم 16 هذول كان أهم سطرين موجودات في القصيدة إنهم فيهم شوية دلالات إنه في عندي مستمع آخر اللي هو الميت وكان في عندي اللي هو الالتريشن اللي موجود عندي هون وهذا الدليل على استمرارية الطائر في الغناء أيضا ودليل أيضا على مغادرة الشاعرة للحقل فكثير في عندي دلالات فورد هذا المقطع الشعري سنة 2016 وسنة 2017 نفس المقطع إجا مرتين في سنة 2016 سؤال أول قال لماذا توقف في الحقل؟ هاي موجود عندك معناها توقف كيف مر الوقت كيف مر الوقت لما كان الشاعرة تستمع للطائر مر بسرعة والدليل هاي هون مرت اللحظات المشرقة بسرعة أما في دورة الـ 2017 الصيفية السؤال الأول والثاني موجودين الأول بيقول لك بدي مثال واحد على الجناس في المقطع الشعري السابق بدي مثال على الجناس طبعا المقطع في ثلاث أمثلة على الجناس وهذا عبارة عن اللاين أو لسنينج لونج هذا جناس كلمات لسن لونجر هذا أيضا وود أنا حكيت وإحنا بنشرح إنه الجناس عندي نوعين إما بكلمات أو بيكون جناس بأسطر هون ما حدد لي سواء كتبت سطر أو كتبت أي من الثلاث كلمات أو أي من الثلاث أمثلة هذول إجابتك 100% صحيحة أما الجزء الثاني شو بيقول لي ما التأثير حول الشعر أن ينجزه من الجناس يعني ما الهدف من الجناس شو بدك من الجناس أنت طلع علي هون الجناس فيه نقطتين ترى الجناس فيه نقطتين it adds to the rhythm of the poem يضاف على القافية it links the similar words together يفضل أنك تحسبهم هاي الكلياتهم عبارة عن نقطة واحدة أنه يضاف إلى القافية يضاف إلى القافية ويربط الكلمات غير المتشابهة مع بعضها البعض الآن أسئلة وزرية التي وردت على القصة ففي عندي سؤال في الـ 2016 كان على القصة جاب لي هذا المقطع أو هذا الجزء من القصة وبيحكي لي yet you sell tickets from Pompeii to Calcutta الذي كان يشتاظه غضباً انزعت جدًا no doubt replace the conductor but the passengers know that they must provide the means of transportation for themselves from quality to allah bad طيب نتوقف هون عشان نوضح شو اللي ذكر لي هون هنعمل مراجعة خفيفة لطيفة لموضوع هلا أستاذ هلا أستاذ صار على دماعه والله العظيم حلقت وجي تعال يا يوسف تعال تعال إنشهر ولك والله إبداك تنشهر بدي عن شهر بدي عن شهر إذا أطلع بحصة بس ولا تدفع تمويل ولا تنزل ولا تحكي عنه بس إطلع بحصة بس يحكي عننا إنه إحنا مناح بل أحكي إنه مناح شرفاً أنا لو طالب ما بدرس ش عندكم يا زلم لا يا زلم ما بدرس عندكم حق مبعات ما بدرس طيب شو نوضح يا سيد أنا بتمنى إن أكون طالب عندك الله ضم ويوسف بتمنى يوسف ويوسف زي هذا ابنا الله تعارب يوسف تعاملوا زي ابنا والله جمع هذا أولاد زي ابني بو كالب صاحنا خالبين يعني هون معدازة أه 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 خذبونا كلنا خذبونا طيب ذلك توكن آه طيب بس فينا بتال عشان ده يكمل المكثة هو مكثة فهو أسئلة وزرية بس تخربش إش لو سمحت أستاذ آه لا تخربش يعطيكو العافية مع السلامة وهي باي حباي بالقلب تعرفوا إحنا في وتد لازم 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 يجيك واحد الأستاذ يسم بدنك زي هيك طبعاً أستاذ سامر رشاد أستاذ يوسف غايف هذول الناس اللي عزيزين عزيزين على قلب أبو عوامر والله طيب نستكمل خلينا نوضح عشان نراجع هيك فكرة من شو اسمها هاي القصة تمام يعني حلل الأسئلة الوزرية بخلينا هيك وكأنه قاعد بعمل مراجعة رفرش لكل المعلومات اللي وردت هو لما قال لأن كان الحدث بين فرانسيز كرومارتي العصبي وما بين قاطع التذاكر والغير مبالي فشو كان يحكي له بيقول له فرانسيز بيحكي لقاطع التذاكر أنت بعتنا تذاكر من منطقة بومبيتو كالكتا لمنطقة كالكتا ردي سيلي فرانسيز بهذا الكلام والذي كان يشتاضه غضباً فشو بيجاوبه قاطع التذاكر بيقول له لا يوجد شك ولكن المسافرون جميعهم يعرفون أنهم يجب أن يوفروا وسيلة نقل لأنفسهم تمام من منطقة كالكتا لمنطقة الله هبات شو السؤال؟ ما هو التعبير الذي يستخدم لأن سيري فرانسيز يستخدم شو التعبير اللي يستخدم عشان نوضح أنه فرانسيز ينزعج اللي هو نشوف أيضاً جاب لي مقطع آخر في سنة أي سنة هذا كان بغض النظر شو السنة اللي هو منحل الأسئلة الوزرية جميحة طيب شو اللي بيحكي لي يا؟ سرعان ما وصلوا إلى كوخ صغير هون لما لقوا الفيل وحبوا يروحوا يشوفوه عشان يستأجروا أو يشتروا الفيل فيما بعد سرعان ما وصلوا إلى هذا الكوخ محصور بسياج عالي كان الحيوان المطلوب وهندي خرج من الكوخ وعند طلبهم قادهم إلى الحظيرة الحيوان ربية كحيوان نصف أليف سؤال كيف ربية الفيل أو الحيوان هذا تحكينا إنه الفيل هذا حفظ بأمان بعيدا عن التواصل البشري اللي هو يا حباي بالقلب كلمة سؤال آخر 2018 فلس فوق without getting in the least floor then proposed to face the animal outright and at first offered a thousand pounds for him the India perhaps thinking he was going to make a large point still refuse هون لما صار بده يشتري الفيل إنه سيد فوق دون أن يشعر بأدنى حد من الغضب عرض أن يشتري الفيل برمة وبيتشتري الفيل كله خلاص انتهينا بديش تستأجر ده أشتري الآن بالبداية عرض ألف باوند لهذا الهندي الهندي صار يفكر إنه قد يحصل على صفقة أعظم أو أكبر فلا يزالوا رافضا السؤال شو الفكرة من النص لما كنا نحكي إحنا أفكار النص ثلاثة عندي إما time وقت أو money مال أو transport النقل قسمت لكم إياها أثناء الشرح وحتى في المكثف حكينا قبل شوي هذا الكلام أنا قبل شوي ترى كنت قاعد بشرح طبعا أنا قاعد بشرح الأسئلة الوزرية عشان حل الأسئلة الوزرية اللي هي المبادرة تبعتنا وقبل شوي أنا برضو لسه مخلص شرح المكثف اللي هو تبعنا هذا طبعا جزء من اللي هو شرح القصيدة والقصة كاملات فقبل شوي كنا نحكي هاي السؤال لساته موجود عندنا هون تمام قبل شوي خلصنا من المكثف إنه في عندي ثلاث أفكار من النص اللي هو time money transport لما كان يحكيلي عن التاريخ 22 إلى 25 أو عن إن الحيوان يسافر رابد لي هذا كانت بعطيني فكرة time لما كان يحكيلي إنه حاول يستأجره بعشرة وعشرين بعدين أربعين بعدين ألف بعدين عرض الألفين هون فكرة المني ولما كان يحكيلي عن الكطر أو عن الفيل وصفات هذا الفيل كنا نحكي عن transport لو رجعنا على سؤال الوزارة نرجع على سؤال الوزارة هون هون شو اللي قاعدة بيحكي إنه عرض عليه ألف فاوند عرض عليه ألف فالفكرة تبعتي هون اللي هي money رح تكون الفكرة تبعتي اللي هي المني بي how much money did فيلس فوق أت فيست كم من المال بالبداية قدم لشراء الفيل عرض اللي هو ألف باوند عرض اللي هو ألف باوند سؤال على شكل ضع دائر أيضا في سنة عشرين عشرين إجا السؤال طبعا هو بده معنا بانجلو بس إحنا بدنا نقرأ عشان إن راجع لنا فكرة فكرتين بعدين هاي السؤال محلول بس الهدف من حل أسئلة الوزرية حباي بالقلب الهدف من حل الأسئلة الوزرية هو مش إنه أنا بس بدي أحل السؤال خلص بده بانجلو هي بس أنا قاعد بحل سؤال الوزارة مش قاعد بحل جوه امتحان الوزارة تعرف لو أنا قاعد بحل جوه امتحان الوزارة الوقت مهم خلص بده معنا بانجلو باخد لون خلص بدي شيئا بس أنا قاعد الآن بحل أسئلة ووزرية بشكل عام فلازم أقرأ النص يمكن أرجع لك فكرة فكرتين قرأت للنص بتراجع شوية أفكار معاك مش بس إحنا قاعدين من حل طيب توقف القطار الساعة الثامنة تفسير الكلام أنه توقف القطار الساعة الثامنة في منطقة بعيدة 15 ميل عن منطقة روذل حيث كان هناك بيوت مكونة من طابق واحد وعربات عمال أيضا لهي كارفانات قاطع التذاكر يمر عبر العربات صارخا المسافرون سوف ينزلون هنا طلبني معنا بينجلوا لهو A house with one flow A house with one flow سؤال آخر أيضا Not at all but I knew that some obstacle or other would sooner or later raise on my route Nothing therefore is lost I have to gain days to sacrifice a steamer lease Calcutta for Hong Kong at noon on the 25th شو ملخص الكلام؟ إنه هون لما اكتشف إنه خط السكر حدية غير منتهي وتكاتل فرانسيز مع قاطع التذاكر واتدخل السيد فوق وقال له حندور على وسيلة نقل أخرى وعارضوا اللي هو فرانسيز لفوق وقال له هذا التأخير مش بصالحك تبريره كان هون تبرير إنه إحنا مش خسرانين إشي شو قال له؟ قال له أنا ما بعرف إنه خط السكر حديدية ولكن أنا بعرف إنه بعض العوائق أجن أم أجن سوف تظهر في طريقي وعلى أي حال لا يوجد شيء لنخسره أنا قد كسبت يومين لأضحي بهما استيمر السفينة البخارية تغادر منطقة كالكتا إلى هونج كونج في مساء الخامس والعشرين من الشهر السؤال بدي معنى كلمة سفينة سفينة تعمل بالبخار أتنين أذكر مدينتين which are mentioned in the above line بدي اسم مدينتين كالكتا و هونج كونج سؤال مباشر جدا سؤال آخر يا حبايب القلب نفس النص اللي قبلي شوي إحنا حكينا عنه فوق مش السؤال لهذا السؤال اللي قبليه اللي هو لما توقف القطار في منطقة إلى آخره مرة اللي هو الباسنجر وقال على أساس إنه هذا القطار سوف يتوقف هنا وقال في النهاية باسنجرز will get out here شو بيسألني what kind of house is bangaloo رجال سألني عن معنى كلمة bangaloo a house with one flow where did the train stop أين توقف القطار حسن ما قال لي إياه in the midest of the late sum 15 miles beyond rothal نفس الإجابة اللي إحنا حكينا معها الفائدة يا حبايب القلب من الأسئلة الوزرية كمان مرة بعيد وبزيد وبكرر الفائدة من الأسئلة الوزرية إنه إحنا قاعدين من راجع الأفكار العامة الأفكار اللي طرح لي إياها في داخل القصة اللي طرح لي إياها في داخل القصيدة وقاعد بشوف كيف الوزارة قاعدة بتشتغل مع الطالب شو الأسئلة اللي قاعدين بفكروا فيها طيب آخر سؤال وزارة موجود معنا لما قلنا عن كيوني اللي هو اسم ذلك الفيل كيوني this was the name of the elephant could doubtless travel rapidly يسافروا بشكل سريع for a long time and in default of any other means of convenience Mr. Fogg resolved to hire him لما قرر إنه يستأجر كيوني however elephants are far from being cheap in India بعيدة عن أن تكون الفيلة رخيصة في الهند as they are becoming scarce هنا تصبح نادرة what is كيوني شو هو كيوني أفوان كيوني was the name of the elephant كان اسم ذلك الفيل B why are elephants expensive in India لماذا الفيلة اللي هي غالية في الهند طلع ما قل هي غالية في الهند they are becoming scarce تصبح نادرة وهيك حبايب القلب انتهينا من حل الأسئلة الوزرية على الأدب طيب نركز في شغلة أي طالب لحد الآن مش في جروبات الواتساب يبعث يبعث يا حبايب القلب رسالة باسمه أنه بدي يفوت رقم الواتساب يفوت عفوا من جروبات الواتساب عشان توصلوا هذا الملف وملفات الوحدات السابقة وهيك بالنسبة للطلاب اللي معاي بالمكثف طبعا الفيديو هذا حينزل على الفيسبوك وهينزل على قطاقة المكثف بإذن الله تعالى بالنسبة لطلابي في المكثف ركز معاي خلصنا قواعد الفصل الأول هو وعد الفصل الثاني المادة المشتركة مادة الحفظ بين الفصل الأول والفصل الثاني بالإضافة إلى الأدب اللي هو الأدوات البلاغية الاشتقاق بعدين انتقالنا للفقرات نزل لكم تقريبا جميع فقرات المادة بستثناء أربع فقرات أو خمس فقرات في فقرات السهل الخفيف البسيطة ولكن موجودة في محتوى المكثف والآن نزل لكم الأدب وضع طبعا نزل موضوع التعبير وأيضا نزل اللي هو مقالي ودوائر والتحرير كذلك الأمر هيك بيكون خلص معاكم المكثف ظل عنا الجزء السابع والأخير من المكثف اللي هو رح يحكي لي إن شاء الله ملخص المكثف ركز ملخص المكثف وبعدها الامتحان الشامل اللي للمادة حبايب القلب يعطيكم ألف تريليون عافية نشوفكم إن شاء الله بالفيديوهات الجاي أخوكم و أستاذكم و أحبكم سيف عوامر اشتركوا في القناة